السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال اوضح ليش هاي الاجابة صحيحة وما هو الطريقة المثلة ان نحل فيها السؤال بنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش في السؤال الاول اللي بيحكي مهم جدا قرات السؤال بالصيغة الكاملة فلما يجي يحكي لنا والتيرمينيتون هو يجي من كلمة أي القطع وهون تحديدا احنا في عنا توقف لعملية وبالتالي بنحكي له أي أن الدول الرئيسي له هي عملية لستوبينغ أوف ترانسكريبشن لأنه يوقفها من خلال قطحها وهاي هي وظيفة التيرمينيتور ميجي من يحكي السؤال الثاني وهاي نقطة مهمة جدا نستذكرها أن عملية الترانسكريبشن هي عملية تحويل الدي انا إلى الارن اي وهاي العملية لا تحدث بشكل عشوائي وتتم على عدة مراحل لازم يكون فهمين كل مرحلة ما الذي يحدث فيها والمرحلة الأولى لعملية الترانسكريبشن هي التي تعرف بمرحلة الانيشيييشن أي البدء واليش اللي بنا نعرفه أن مرحلة البدء ومرحلة الانيشيييشن هذه المرحلة تحتاج إلى منطقة تعرف بيه البروموتر وتحدثنا أن البروموتر في حالة البروكاريتك هم بكونوا تحديدا two main promoters ناقص 35 وناقص عشرة وعند الارتباط فيهم يتم لدينا القدرة على بدء عملية الترانسكريبشن أي الانيشيييشن وبالتالي الانيشيييشن ان بروكاريتكس الاران اي بوليميليز يحتاج للارتباط بالبروموتر لكي يبدأ وظيفته ومهامه على أكمل وجه وزي ما ذكرنا البروموترز الرئيسيات الموجودات هم ناقص 35 وناقص عشرة which of the following statements is true regarding brokartic transcription termination وهنا منرجع لقضية الترميناشن الترميناشن يعني قطع وشو يعني قطع؟ يعني توقف لعملية الترانسكريبشن وهذا الأمر زي ما ذكرنا زيه زي كافة الأمور التي تحدث في جسم الإنسان لا تتم بشكل عشوائي لأنه لو عملنا قطع بشكل عشوائي هذا الأمر رح يؤدي إلى توقف الترانسكريبشن في غير موعدها وفي غير الوقت المناسب لذلك مما يؤدي إلى ضعف إنتاج الاران اي اللي تباعاً إليه رح يضطل عندنا منتجاته اللي من أهمها البروتينات وبالتالي مهم جداً أنه هاي العملية does not occur randomly وبالتالي هذا جواب خطأ it requires bully a tail ممكن نعتبرها يعني ممكن نشوك فيها ولكن هذا الكلام أيضاً غرض ولكن هون بيحكينا it involves the binding of termination factors وفي حالة البروكاريتكس تحدثنا عن إحدى أهم termination proteins واللي هو يعرف بالRHO protein الذي يرتبط بمنطقة تعرف بالrecognition site عند ارتباطه بالrecognition site رح ينتقل إلى الRNA voluminase ويصعد إليه باستخدام الATP ومن ثم يقوم بعمل destabilizing للكمبلكس الموجود ويفصل كل عنصر على حدة وبالتالي الجواب هو it involves the binding of termination factors من يجب نستكمل حديثنا ومنحكي what is the name of the DNA strand that is used as a template for transcription هنا من يجب نستذكر أن عملية لترانسكريبشن تحتاج إلى one strand وأن هذا الone strand يطلق عليه اسم التمبلت وأنه إحنا ذكرنا أنه عملية لترانسكريبشن دائماً تبدأ من ال5 prime إلى ال3 prime فالجهة الكمplementary لها هي دائماً لابد من أن تكون 3 prime إلى 5 prime وهذا الذي يعرف به التمبلت strand الذي يتواجد على الDNA وهذا التمبلت strand كان فيه إله أسماء أخرى من أهم هاي الأسماء أنه it's the non-coding strand وإنما هي التمبلت strand إضافة إلى أنه إحنا منطلق عليه اسم الـ anti-sense ليش كلمة anti-sense؟ لأنه sense يعني الطبيعي الطبيعي أنه دائماً الDNA من 5 prime إلى 3 prime فالمن 3 prime إلى 5 prime منطلق عليه لقب الـ anti-sense strand فكلمة non-coding strand وanti-sense strand هي المناسبات اللي هو template of transcription أو الDNA template that is used in transcription منيجي مننتقل للسؤال اللي وراه وبحكي لنا how does rifampicin inhibits transcription initiation وهنا منيجي منستذكر عدة معلومات إنا ذكرنا أن rifampicin هو عبارة عن drug يعني دواء وهذا الدواء يتم إعطاؤه لعلاج مرض يعرف به tuberculosis أي السل أو السل وهذا السل أو اللي هو tuberculosis ناتج عن بكتيريا وهذه البكتيريا لكي نتمكن من قتلها وإيقافها نعطي الشخص الفامبسين الذي سيعمل على توقيف عملية لترانسكريبشن في هذه البكتيريا الطريقة التي يقوم بها هي من خلال أنه يرتبط مع RNA bulimirase والRNA bulimirase هو عبارة عن الإنزيم الذي يقوم بالمهم الرئيسي من ناحية اللي هو RNA bulimirase الذي يقوم بالمهم الرئيسي من ناحية الترانسكريبشن فإذا أقفنا RNA bulimirase لن يحدث لترانسكريبشن وبالتالي انتباعا لهذا الكلام رحصير في عنا block of the movement along the DNA template وبالتالي تتوقف عملية transcription ولا يتمكن البكتيريا من إنتاج البروتينات وبالتالي لن تتمكن البكتيريا من الاستمرار على قيد الحياة ومن ثم ستموت البكتيريا وهيك الشخص بتشافها من مرض لتيوباركولوسز من خلال إعطاء الرفمبيسين الذي سيعمل على ال DNA أو ال RNA polymerase ميجو نستكمل ومنحكي المقصود بهذا الكلام احنا ذكرنا انه في البروكاريتكس عنا عدة مراحل تنتهي بالtermination أي القطع أو الإيقاف والاشي اللي بنكون عارفينه أن هذا القطع أو الإيقاف كان تحت two categories يا إما RHO dependent أو RHO independent أي أنها إما أن تكون تعتمد على وجود الRHO protein أو لا تعتمد على وجوده اللي بتعتمد خلص حكينا بدها الRHO بينما التي لا تعتمد والتي تعرف بالindependent هذا النوع حكينا بيكون إشي اسمه hairpin loop وأن هذا البروكار هو عبارة عن stem and loop sequence وكلمة stem and loop يعني خط مستقيم ومن ثم دائرة واللي هي هاي ما تعرف بيه الstem and loop sequence وذكرنا أنه من أهم النقاط عشان نتمكن من تكوين هذا البروكار هو وجود منطقة غنية جدا 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 بالجيو السي لأن الجيو السي كلاهما رح يعيق عملية تقدم الترانسكريبشن وبالتالي تباعا لهذا الكلام رح يصير في عند الشخص مشكلة من ناحية اللي هو تقدم الترانسكريبشن لن يتمكن الشخص من أنه يقوم بيقاف أو إنتاج الـ RNA أكثر وبالتالي تتوقف فلازم يكون في عندنا جي أنسي سيكوانس بالإضافة إلى تكوين الهير بن لوب الذي بطبيعة الحال هو اسمه أو شكله الطبيعي هو ستم لوب سيكوانس منيجي منستكمل حديثنا ومنحكي what is the name of type of terminator that does not require هون منيجي منحكي does not require شأن does not require يعني لا يحتاج والذي لا يحتاج لشيء هو مستقل وكلمة مستقل يعني إيش independent والنوع الرئيسي من البروتينات والفاكتور البروتين الرئيسي الذي يقوم بعملية termination هو ال-RHO وبالتالي type that does not need or require any additional protein factors هو ال-RHO independent terminator منيجي منستكمل حديثنا وبيحكينا termination of prokaryotic transcript يعني هنا بدنا جملة صحيحة تصف هذه العملية بداية is it a random process? it's not a random process وأنما هي تحدث باعتمادا على العديد من الأمور حسب نوعها سواء ال-RHO dependent أو ال-RHO independent الجملة الثانية requires the presence of RHO subunit of all hollow enzyme هل جميحة تحتاج إلى ال-RHO؟ لا وبالتالي هذه الجملة غير صحيحة منيجي منكمل does not require RHO factor if the end of the gene contains GNC rich بالندروم المقصود بهذا الكلام إذا كان متواجدا GNC rich قلنا هذا الأمر سيكون ال-Hairbin loop وال-Hairbin loop هو اللي فعليا stem and loop sequence اللي عنده تواجده رح يعمل destabilizing وبالتالي termination دون الحاجة إلى ال-RHO وبالتالي هاي هي الجملة الصحيحة لأنه هنا استغنينا عن ال-RHO نتيجة لوجود ال-G and C sequence ميجي منستكمل what is the name of type of terminator that requires وهنا شو منركز requires ال-RHO factor وبالتالي شو منسميها RHO dependent terminator مهم جدا نميز بين هذول الثنين أنه يسألوا عنهم بكثرة ميجي منكمل what is the mechanism that allows the simultaneous transcription and translation of gene in prokaryotex والمقصود بهذا الكلام والنقطة اللي بدنا نحطها في إعاني الاعتبار أنه في البروكاريوتكس عملية الترانسكريبشن يتبعها عملية الترانسكريبشن بشكل subsequent وsmultaneous والمقصود بهذا الكلام بشكل تتابعي يعني وراء بعضهم البعض ونتيجة لهذا الكلام الإشي اللي بدنا نعرفه أنه عملية الترانسكريبشن التي يتبعها الترانسكريبشن نطلق عليها اسم coupled transcription translation أي أنهم يحدثوا كثنائي وراء بعضهم البعض بشكل متتابع منيجي منكمل حديثنا ومنحكي what is the name of protein that binds to the RNA polymerase and enhances the promoter recognition ability هنا منعمل مراجعة سريعة عن البروكاريوتك ترانسكريبشن ومنحكي أن البروكاريوتك ترانسكريبشن تعتمد على وجود الRNA polymerase وهو holo enzyme مكون من two major components الكمبونت الأول اسمه sigma unit والكمبونت الثاني اسمه الكور وحكينا أن الكور فيه two alpha وفيه beta وبيتا برايم اللي حكينا أيضا أن السيجما هي المسؤول الرئيس عن إيجاد البروموتر ومن ثم يقوم بعملية البدء وبالتالي السيجما فاكتور هو جزء من الهولو انزايم الخاص بالRNA polymerase الذي يقوم بالتعرف على البروموترز اللي زي ما ذكرنا هم وأنواحهم الرئيسية ناقص 35 وناقص 10 وتباعا تتم عملية اللي هو الترانسكريبشن بيجي بحكينا what is the name of the protein that binds to the tata books and recruits RNA polymerase 2 and other transcription factors in eukarytex وهنا قضية مختلفة نحن نتحدث الآن عن eukarytex فمن يجي من استذكر عدة معلومات عن eukarytex أولها أن الأنواع الموجودة من الRNA polymerase هم ثلاث الرئيسيات RNA polymerase 1, 2 and 3 وذكرنا أن أهمهم هو الRNA polymerase 2 نتيجة لإنتاجه للمسينجر RNA الذي يلعب دورا مهما جدا في عملية الترانسليشن فمهم جدا يكون فاهمين أن هذه العملية تحتاج إلى بروموتر أيضا وأن البروموتر هون ما فيه هنا سقمساب يونت لأننا نتحدث عن إنزيم آخر نحن نحكي الآن عن eukarytex والبديل المتواجد في eukarytex يعرف بالترانسكريبشن فاكتورز وهذه الترانسكريبشن فاكتورز تبحث عن البروموترز وترتبط به والإيش اللي بنكون عارفينه إنه الترانسكريبشن فاكتور المسؤول عن إيجاد اللي هو التاتا بوكس هو يعرف بالترانسكريبشن فاكتور 2D ولكن المنطقة التي تكون داخل هذا الترانسكريبشن فاكتور 2D والبروتين الموجودة هون تحديدا اسمه التاتا بايننينج بروتين وبالتالي التاتا بايننج بروتين هي جزء من الترانسكريبشن فاكتور 2D ولكن هي التي فعلياً تقوم بالارتباط مع التاتا بوكس وبالتالي لو كان السؤال ما في تاتا بايننج بروتين منحط ترانسكريبشن فاكتور 2D إذا كان في عنا تاتا بايننج بروتين هي الأصح كونها جزء من هذه وهي التي فعلياً تقوم بإيجاد التاتا بوكس يجي مستكمل حديثنا وبيحكينا Which of the following RNA polymerase is responsible of transcripting messenger RNA وهذه المعلومة الآن حكيتها ألا وهي أن المنطقة التي تعرف بـ أو الترانسكريبشن الذي يقوم بإنتاج الـ RNA يعتمد بشكل رئيسي وحصري على وجود الـ promoters هاي نقطة رقم واحد وارتباط الترانسكريبشن فاكتورز وأيضاً فيهن الـ enhancers اللي برتبط معها الـ activators خلاصة عملية الترانسكريبشن إنتاج للـ RNA الـ RNA له عدة أنواع tRNA, mRNA, rRNA المسؤول الحصري عن إنتاجه هو الـ RNA polymerase 2 وبالتالي الـ RNA polymerase 2 عفواً هاي هنا في 3 الـ RNA polymerase 2 هو الجواب الصحيح وبالتالي الـ RNA polymerase 2 هي الجواب الصحيح كون الـ RNA polymerase 3 هي تقوم بإنتاج الـ RNA منيجي منكمل حديثنا ومنحكي وهنا نيجي منستذكر أنه في المحاضرة ذكرنا أنه رقم ناقص 35 وناقص 10 إلو دلالات مهمة المقصود بها أنه إحنا نعتبر منطقة لـ transcription start بـ plus 1 وأي شيء وراها منبلش النقص فأي شيء وراها بخطوهم نحكي عنه ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 وهكذا إلى أن نصل إلى الناقص 10 وبالتالي الـ transcriptional start site هي المنطقة التي يبدأ عندها الـ transcription وتائما توصف بـ plus 1 وهنا بيجي بحكينا It is recognized by sigma factor هذا كلام خاطئ لأنه sigma factor هو يقوم بإنتاج الـ promoter اللي هو فعليا ناقص 35 وناقص 10 وبالتالي منيجي نشوف الجملة الوراها located plus 1 site and where the first place is used as a template for transcription هاي هي الجملة الصحيحة لأنه هي فعليا المنطقة التي تبدأ لا يكتشفها السigma factor وأنما هي يبدأ عندها عملية للـ transcription منيجي نستكمل حديثنا ومنحكي What is the name of the process that removes the introns and joins the exons in the primary transcript in EU-Cartex هنا منيجي لنقطة مهمة جدا ذكرناها واللي هو أنه عند التفريق ما بين عملية للـ transcription في الـ EU-Cartex والـ Pro-Cartex ذكرنا أهمية أن هناك حدوث post-transcriptional processing وأن هذه الـ processing والـ post-transcriptional processing هي عملية تحسين وتدوير منتجات الـ RNA بعد إنتاجها والمقصود بهذا الكلام الـ RNA الذي ينتج في الـ EU-Cartex يكون بعده مش mature enough فنقوم بعمل processing أي تعديلات عليه من أهمهم المسنجر RNA الذي يحدث على مستوى ثلاث تعديلات رئيسية التعديل الأول هو عملية الـ cabbing أي إضافة الـ cab on the 5' end ولكن ليست هي إزالة الإنترونز فهذه جملة خاطئة التعديل الثاني اللي هو البولي adenylation واللي هو إضافة البولي A-tail على جهة الـ 3' وهذه أيضا ليست بإزالة الإنترونز الأخيرة وهي الـ splicing أي القطع أو الإزالة وهذا الـ splicing يحدث من خلال removing of introns and joining the x-zones وبالتالي هذا الذي يعرف بالـ splicing الذي يحدث في حالة الـ EU-Cartex وتحديداً للمسنجر RNA منيجي منكمل which of the following is a common element found in the core promoters of the EU-Cartic gene هنا منيجي منيستكمل ومنحكي نقطة مهمة إنه الـ core promoter وكلمة promoter أي المنطقة التي يبدأ عندها تفاعل الترانسكريبشن وهذا الترانسكريبشن عند الـ EU-Cartex يحتاج إلى التاتا بوكس وعنده الـ EU-Cartex تاتا بوكس بينما عند الـ Pro-Cartex عندنا الـ Pro-Cartex بالإضافة للي هو ناقص 35 أو الـ Pro-Cartex اللي هو اسمه ناقص 10 وبالتالي التاتا بوكس هو عبارة عن البروموتر الرئيسي الذي يتواجد عند الـ EU-Cartex منيجي منكمل ومنحكي which of the following is a sequence that is located far away from the core promoter زي ما ذكرنا إنه إحنا في عنا three important أو ثلاثة يطلق عليهم اسم روموتر في حالة الـ EU-Cartex في عنا اللي هو core promoter فيه الذي يحتوي على التاتا بوكس أو الـ INR بالإضافة لأنه فيه موجود اللي هو الـ Distal والـ Proximal حتى أن الـ Proximal هو القريب والـ Distal هو البعيد وبالتالي كم الـ Distal هو الذي يكون بالجزئية far away from the core promoter ميجي نستكمل حديثنا ومنحكي the three stages of transcription are زي ما ذكرنا الترانسكريبشن يمر بثلاث مراحل أولهم مرحلة الـ Initiation وبالتالي هذا الخيار سنحلفه بعد الـ Initiation في عنا مرحلة الـ Elongation والـ Elongation المقصود فيها مرحلة الإطالة أو الاستطالة وبالتالي هي المرحلة الثانية وأخيراً في عنا الـ Termination اللي هي المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة القطع وبالتالي Initiation, Elongation and Termination هاي هي الثلاث مراحل التي يمر بها اللي هو عملية الترانسكريبشن بيش بيحكي لنا وهنا بداية زي ما ذكرنا انه كل الـ RNA التي تحدج في الـ Eucaritics تحتاج إلى حدوث processing وان هذا الـ processing الذي يحدث على مستواها قد يكون أو يبدأ بعملية الكليفج أي القطع وقد يكون أيضاً في عملية الـ Bully A-Tail أو اللي هي Bully Adenylation وهذا الإشي يخضع لما يعرف بيه المودل اللي هو عبارة عن الكليفج and Bully Adenylation Specific Factor Model وهي عملية القطع بالإضافة لإضافة اللي هو الـ Bully A-Tail مجي المستكمل وبيحكينا which of the following is a type of RNA polymerase that transcripts tRNA وهنا في المحاضرة أنا ربطتها بأنه tRNA والـ 3 كلاهما يبدأ بحرف 3 أو T عفواً وبالتالي RNA polymerase 3 هو المسؤول عن إنتاج tRNA في حالة أو عمليات لترانسكريبشن مجي نستكمل حديثنا وبحكينا which of the following is a type of transcription factor that binds to the enhancer وهنا نتحدث عن الإنهانسر الذي يكون بالبعد أو بعيد عن اللي هو البروموتر بعدين نحتاج إلى binding protein الذي يثنيها عشان يكون الإنهانسر والبروموتر على نفس المستوى تقريباً لكي تتحسن عملية الترانسكريبشن وهنا في هاي الحالة زي ما ذكرنا أن الإنهانسر يرتبط معاها الـ Activators بينما البروموتر يرتبط معاها الـ Transcription Factors وبالتالي هو بيجي بحكينا which of the following is a type of transcription factors that binds to the core promoter وبالتالي هنا نسأل عن الذي يرتبط مع الـ Core Promoter وفي هاي الحالة هو الـ Transcriptional Factor بأنواعه المختلفة بنجي نستكمل حديثنا وبحكينا which of the following is a type of transcription factor هنا بدنا نركز ونركز كثير في سيغة السؤال هنا سألنا عن Transcription Factors that binds to the core promoter هنا نحكي له Transcriptional Factor 2D بينما لو سألنا what is the protein بنحكي له Tata Binding Protein يعني السؤال موجود عندنا فوق هون شو سألنا what is the name of the protein that binds to the Tata Box وبالتالي إذا سأل عن البروتين بنحكي Tata Binding Protein بينما إذا سأل عن الـ Transcriptional Factor فمنحكي له Transcriptional Factor 2D نجي نستكمل حديثنا ومنحكي لنا if the coding strand of the gene is 5' or Siga High what is the correct RNA transcript المقصود بهذا الكلام أنه لازم نفكر ونستذكر معلومات مهمة جداً أنه عملية الترانسكريبشن تحتاج إلى one strand منسميه template strand الـ Strand complementary له في الـ DNA منسميه coding strand الذي يتواجد على الطرف الآخر وزي ما ذكرنا أن هذا الـ Coding strand هو نفسه كوبي بيست الـ RNA بيستثناء أن كل T سنحولها إلى U فإذا إجعنا السؤال بهاي السيغة شو الإشي اللي رح نعمله رح نقرأ أنه coding strand فمنعرف أنه هذا هو نفسه الـ RNA بحذافيره بيستثناء أن كل حرف T سنحوله إلى U فمن يجي منتطلع T هون منحولها إلى U T هون منحولها إلى U الجي بتظلها زي ما هي السي بتظلها زي ما هي السي بتظلها زي ما هي التيم بنحولها إلى U الاي بتظل زي ما هي والسي بتظل زي ما هي وبالتالي هذا هو الـ RNA transcript الذي سينتج فمنرد نعيد إذا لقينا كلمة coding strand السيغة اللي كاتبها نفسها زي ما هي كوبي بيست بس الفكرة كل T سنحولها إلى U لأن الـ U فقط موجودة في حالة اللي هو الـ RNA المقصود في هذا الكلام أين يحدث لترانسكريبشن في الأيو كارتكس كون الأيو كارتكس تختلف على برو كارتكس بأنها حقيقية النواة أي أنها يتواجد بها نواة وبالتالي تحدث فيها أغلب التفاعلات في النوكلياس المقصود في هذا الكلام أين يحدث لترانسكريبشن في الأيو كارتكس؟ كذا بترمين the RNA transcript from this gene النغative strand هو نفسه التيمبلت وبالتالي سقطت قضية الكودين فهنا شو لازم نعمل؟ لازم نمسك هاي وزي ما كنا نعمل في الفيرست الجي نحولها إلى سي التي لأي اي جي جي بعدين سي ويو وبالتالي هذا هو الجواب الصحيح الفرق أنه هنا هو أعطانا النغative strand المقصود فيها التيمبلت strand فهنا بدنا نيجي ونعمل اللي هو عملية الكومبليمنتري بينما هون هو حكينا الكودينج strand اللي هو نفسه كوبي بيست الـ RNA بيستثناء أنه راح نحول كل تيم إلى يو هيك منكون أنهينا هاي الأسئلة إن شاء الله تكون مراجعة جيدة وتكونوا استفدتم منها جميعا لا تنسونا من دعائكم وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر